هلو مرحبا معكم دكتور بن اليوم راح نحكي عن ال cost effective analysis احنا نعمل ال cost effective analysis بهاياتنا كل يوم ان روح الالسوبرماركت لازم نقرر انو شو بدنا نشتري زي احسن اذا نشتري الشاكلات زاكية كير وهو غالي ولا بلاكس ممكن الحبت خيسة بس مش هلوي وكمان لما نعمل نشتري اي اشي وكمان الحكومة تعمل نفس الاشي لما اتكرر شو الاحسن مشروع عشان ننطبقه اليوم راح نحكي عن ال cost effective analysis كيف نعملهم فالobjectives اليوم بدنا نتهم زي ال principles وكمان ال importance of cost effective analysis بدنا نتهم ال the process كيف نحسب ال cost effectiveness cost effective ratio وكمان ال incremental cost effectiveness هذا راح نحكي عنهم وكمان اكيد راح نطبق ال معلومات مع اكتر من مثال اوكي في شوية definitions هون efficiency ممكن اعوال اشي نحكي ال effectiveness ال effectiveness ال effectiveness انو ال degree of attainment of a predetermined objective of a program مثلا يعني زي how well the program reduced death with disability زي كيف المشروع خفف death with disability efficiency شوية مختلف معاكد شوية اكتر انو هو ال relationship between the result or output obtained and the efforts invested ف يعني زي how effective عشان اول جزء هون نفس ال اشي ال effectiveness زي كيف ال result شو سار هو ال effectiveness so how effective the program was in reducing death فكيف المشروع هو كويس او مش كويس انو خفف الموت or the death rate compared to or in relation to how much we spent on the program فلازم انفكر زي المشروع بن نجاح وال كمان قداش لازم ندفع عشان نطبق ونعمل المشروع فال efficiency نستخدم الاثنين اوكي فلازم نعرف كيف نحسب ال effectiveness precisely يعني نخذ ال effectiveness نعمل نحسبهم من ال meta analysis يعني اذا اتذكر شو يعني meta analysis هو ازي التريق لما نستخدم اكثر من study واحد ممكن نستخدم زي 100 studies نحطهم مع بعض عشان نفهم الموضوع كبير زي اذا بدنا نعرف زي اشي عن زي شو الاحسن دعوة الضغط راح نخذ ال اكتير ال studies عن كل ال الادوية ونقرر شو الاحسن اشي او كمان راح نحاسب ال confidence intervals مش لازم تعرفوا هلا كيف نعمل the confidence intervals بس المناعة the confidence intervals انو اذا نعرف الراكم انو زي الدعوة اتخفف الفرسة واحد راح يموت بايد عشر اسنين خمس بالمية ال confidence انو عشان ما بنعرف زي بالظلط خمس بالمية بس نعرف انو هوا بين ثلاثة وسبعة فالconfidence interval ثلاثة الى سبعة بس ال المين والابرج انو هوا خمسة احنا نحكي ال study راح يعطيك ال confidence interval يعني زي نعرف من ثلاثة الى سبعة بالمية انو دعوة راح نتخفف الموت و اخيان نحكي زي اشي موين زي خمسة بالمية فالصوصي يعطيك دائما انو هوا الرانج فالجايدين برنامز انو زي ال الافكار الاساس هون لما نحكيانا بكافة افكتفنس انو عوال اشي وارثة الانوات من اجتماع everything possible. فما عنا مساري زي على طول. زي فيها دود. فلازم نستخدم المساري في الطريق أحسن. عشان ما عنا مساري عشان نطبق كل المشريع. وقمان. We want to get the most for our money. إذا عندي ميت دولار زي بدي أخذ أكثر شيئا ممكن مع ال ميت دولار. So we want to fund the treatment أو نستخدم المساري في الطريق أحسن We want to fund the treatment or the مشروع that results in the best medical outcomes per dollar So السوال المثال كيف نستخدم الرسورس تبعنا عشان نستفيد أكثر إشي من المشروع So how can we use our resources to get the most benefit And then come on We will estimate our cost per health outcome So مثلا How much does it cost to increase life expectancy by one year فبنا نعرف إشي موين و رح نحكي عنه في هاي المحاضرة و كمان بدنا نعرف زي من ال cost effective analysis We want to know this cost of effective analysis بيعطينا أكبر المعلومات و بدنا نقدر نخذ أسم كرار فسير كمان نعمل ال cost effective analysis كمان بسير نعمل ال Bayesian analysis و group analysis و critical thinking بنفس الكرار فممكن لازم نخذ الكثير و نعمل الاناليسي في أكثر من طريق عشان نعرف زي شو الأخسن كرار كمان this is not the only criteria to take into account when making decisions مثلا زي ممكن لما نعمل ال cost effectiveness نشوف إنه المشروع cost effective بس كمان هو مش ethical أو مش feasible زي عنا زي الاشية عشان نطبق المشروع و ممكن إشي ثاني زي بس بي شكل عام إنه لازم نعرف إنه ما رح نخذ بس الكرار based on the cost of effectiveness رح نخذ بكر الاحسن كرار based on many different things كمان ال definitions هون إنه ال cost effectiveness بشكل عام إنه هو المثد إنه انستخدمه to evaluate public health interventions in terms of cost per health outcome و رح نحيان و رح نشرح أشرح لكم أكثر عن شو قزدي ال cost effectiveness ratio هو ال ratio of cost to health effect فا الاناليسس يعني هو ال method ال تريغ كيف نسل على cost effectiveness ratio يعني مثلا مثلا ال cost effectiveness ratio يعني $100,000 per life saved فا او ممكن هو ال cost effectiveness ratio هذا الامثال عنه $75,000 per life year saved or $45,000 per quality adjusted life year او رح نحيان كلهم عن قريب بس السوال و أجلسل اللي ممكن نسل لما نعمل هذا هذول ال ход Key Benefit κεب $100 somehow لتعطي 1 عام قوالي عشاني و أغلبنا رح نحكي آه الميت دينار مش كتير غالي فكويس إذا بصير ندفع ميت دينار أو ميت دولور عشان نزيد سنة على حياة المريض بس إذا نح نسل سواء ثانية هل تستطيع أن تتعطي 100 مليون دولار لتعطي 1 عام قوالي عشاني حتى لا أبوك شيء مثلك إذا مش معك مساري هالقد زي أكيد زي ما تقدر و حتى إذا عندك واحدة أو ميت مليون زي إذا حكومة أردنية عندهم ميت مليون دولار هذا زي كويس و مش كويس إذا هم يبيعتوه و يدفعوه ميت مليون دولار بس إذا نزيد سنة واحدة على حياة المريضة مريضة Typical cut-off values راحة عام نحيان في أوروبا أو أمريكا إنه 50,000 to 100,000 dollars for one quality of just of life here هذا زي أحيانا زي حكومة تستخدم هذا رقم عشان تكارب إنه إذا ممكن الإعلاج كويس و ممكن مش كويس بنا نعرف من القد-off value أنه is it worth it زي كداش راح نستفيد من المشروع is this worth it or not إذا فيه بالد مش معه و موساري كتير ممكن القد-off value راح يكون أجل من هدول كيف نحاسب الأفكتفنس how do we measure it الstandard measure نستخدمه هوي الquality adjusted life years وبتوقع حكينا عنهم شوي في أخر محاضرة بس هدول إلا how many additional years of life will be added by giving a treatment هذا زي الlife years و كمان and for each of those years how good the quality of life will be زي عنا scale from zero زي الموت لواحد who is a perfect health فمثلا إذا عنا علاج التreatment بيعتي واحد سنة بزيد السنة بدا حيات المريض و الصحة المريض راح تكون مئة بالمئة هو it gives one quality adjusted life year فاس إذا نعتي نفس العلاج و هو بيعتي سنتين و زيادة على حيات المريض و it gives you two years of life of extra life و نضرب اثنين مع 0.5 بسعوي one quality adjusted life here. يعني زي quality of life هو زي فكرة زي utility هون. زي إذا واحد كان عند الجلدة وصار مشلول ممكن هوا يكرر انه الquality of life هو زي 0.5 ممكن. إذا العلاج رح زيد الحياة المريض بسنتين وصف quality 0.5 العلاج بيعطيه one quality adjusted life here. فكيف نحسب الكاست؟ إذا بدنا نعرف الكاست effectiveness ratio لازم نعرف ال-effectiveness وكما لازم نعرف الكاست. فلاازم يكون أسهل صح صراحة إنه صعب كثير إن حسب ونعرف كل الكاست. عشان أعتيكم مثال هون. When you extend someone's life they may be able to work longer at their job. Therefore they will contribute more to society. فـ So this should reduce the cost of the treatment to society فإذا زي إذا حكومة بدح تتكرر إذا أحسن إذا تعالج تعطي واحد الإلاج ولا لا هم زي ما رح يفكروا بس إلا سير الإلاج فس لازم يفكر في كل إشي زي أوكي ممكن رح ندفع زي ألف دينار عشان إلا علاج بس بعدين هو رح يدل يشتغل و رح يساعد المجتمع بشكل عام كمان خمس سنين عشر سنين فعل المجتمع رح يستفيد منه كثير كمان المثال إنو when you extend someone's life they will experience other medical problems that they wouldn't have experienced if they were dead accordingly they will cost society more to care for them in the future so these future costs increase the cost of a treatment to society فنفس المثال هون سي إذا الحكومة يتكرر كويس إذا ندفع إلا ونحاسب على حسابه عشان هذا إعلاج عشان هو العلاج ممكن ألف دينار بس نعرف إنو هو رح هو رح يدل يشتغل فكويس المجتمع رح يستفيد منه بس بالنفس الوقت لما هو بعيش أكثر وقت ممكن رح يسير معه كمان الجلدة ولا كمان إشي ثاني وبعدين لازم ندفع أكثر عشان نعتي العلاج والعلاج ثاني كمان مرة فسير معاكد شوي زي كيف نعرف السير العلاج لما نعمل الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فالdiagonal line هو الـ $50,000 per quality adjusted life year threshold. So, الـ programs below that line are more cost-effective than $50,000 per quality adjusted life year and those above are less cost-effective. فهدول هون اي اشي فوق الـ الخط هون, the diagonal line, اي اشي فوق الـ هون, this is less cost-effective than $50,000 per quality adjusted life year. اي اشي تحت هون, this is better than $50,000 per quality adjusted life year. okay, the upper right quadrant هدول الـ مشروع that cost more money, that cost money and increases quality adjusted life years. هاذا اغلب الـ علاج من هدول. So, most medical treatments are in the upper right quadrant. عشان نازم ندفع مساري ورح نزيد ونعطينا اكثر quality adjusted life years. رح نزيد الـ life expectancy. So, in this whole quadrant. كمان الـ lower right quadrant هدول الـ مشريع اللي رح ندفع المساري عشان مشروع ان شاء الله المجتموع المجموع رح يستفيد منه انه رح نخذ الـ we're gonna increase life expectancy. رح We're gonna gain extra quality adjusted life years. وكمان ما رح ندفع اكثر اكثر بالمستقبل عشان الناس ما رح يسير معهم COPD ما رح يسيروا lung cancer فالمجموع رح يستفيد اكثر منهم. So, if there's something in here it will increase quality adjusted life years so it'll be very effective and it's very cost effective or it's very it decreases our costs. اي اشيهم? The upper left quadrant هو هدول المشريع انه لازم ندفع موساري and it will reduce quality adjusted life years مثلا العملية بدون سبب زي unnecessary surgery إذا نعمل العملية بدون سبب انه رح ندفع موساري وكمان ما رح نستفيد اي اشي رح يكون بالاكس رح نعمل اشي غالط ورح نخفف ال life expectancy رح نخفف ال quality adjusted life years سي اي اشي هون so we pay money and it decreases the quality adjusted life years هون في ال x-axis the lower left quadrant this is programs or decisions that save money but reduce quality adjusted life years يعني ممكن لازم نوافع في المشروع واحد وعرفنا انه استفدنا من المشروع بس مش معنا اي موساري هلا بس وي save money عشان مارات نتفع موساري so we save money it's lower on the y-axis بس كمان زي so we stop the program the decision is to stop the program so we save money but it reduces the effectiveness of the quality adjusted life years or it decreases the number of quality adjusted life years كمان كمان incremental cost effectiveness لحالة بس هكينا عن زي إذا فيا مشروع cost effective ولا مش cost effective بس عادة بسير ناخد في احتمالات كتير ولازم ناخد الأحسن الأحتمال أو أحسن قرار so we use incremental cost effectiveness to compare different interventions to see how much better one is than another زي قداش الوحس المشروع أحسن من الثاني so this is the equation the incremental cost effectiveness ratio equals the incremental cost زي قداش المشروع بي قداش السير المشروع بي أكثر من مشروع A ونقسم على the incremental benefit how many more quality adjusted life years program B provides than program A so قداش رح ندفع أكثر وقداش رح نستفيد إذا نخد الكرار إذا نطبك ونعمل المشروع B بدل ما نعمل مشروع A so our question if سؤالنا and no it doesn't meet our threshold إذا it does not meet our threshold or our cut off value or ما نتوك رح نستفيد من نو اكتير No we will not fund it إذا جواب لا if it's no we will not fund it because the extra value provided by B does not justify its extra cost ف إذا ما رح نستفيد اكتير or to the amount that we want so we say it's not worth it sometimes B itself might be cost effective إذا انكرر B مع نعمل A إشي ممكن B cost effective بس ممكن لما انكرر B مع A نعر ان لاغ إنو B مش cost effective compared to A okay رح اتيكم مثال ف if our threshold لازم نعمل assumption our threshold is $6,000 per quality adjusted life year ف رح نحكي إنو إشي cost effectiveness إشي is cost effective إف مش لازم نتفع أكثر من ست ألاف دول per quality adjusted life year ف هدول المشريعة ممكن لازم انكار منهم so program A B C D program A is cost $4,600 وبيعتينا زي 16.4 quality adjusted life years okay so the quality or the cost effective ratio هو 4,600 على 16.4 281 dollars per quality adjusted life years رح نعمل نفس الاشي ما B C و D okay ونوصل على هون cost effectiveness ratio لكل هم so which one of these هاي سوالي لإلكم which of these are cost effective إذا فإل assumption and know the threshold is $6,000 per quality adjusted life year كل هم ص كل هم cost effectiveness إذا إن كرن أي واحد ما ما القرار إلي ما نعمل إشي if we compare them to doing nothing كل هم cost effectiveness إكتير بس which option is most cost effective هاي سوال هاد سوال ثاني فلازم نعمل إلا the incremental cost effectiveness عشان نعرف السوال ثاني فنعرف بسير نشطب إلا 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 d من الإقواز صح كيف we can see that هو لازم نتفع أكدر إلسير أغلى من c و كمان بيعطينا أجل quality adjusted life years فمن البداية نعرف d مش أحسن من c فهو مش ما راح يكون أحسن إشي ساف من تقصد فسير أغلى وال quality adjusted life years أجل من c لازم فهو we can ask how much more effective is each program than the others فإذا عنا A هو زي احنا نعرف إنه لازم ناخذ كرار ما راح نعمل ولا إشي فرح نعمل إشي عشان نعرف إنه A, B, C و D أحسن من ولا إشي فنعرف إنه ما راح نعمل إشي راح نعمل إشي وكمان D مش كويس فلازم نكرر لازم نكرن بين A, B و C فA إذا نحكي إنه هو زي هو زي الاجل الاساسي ال العرض زي اجل إشي بصير هو راح نكتب زي صفر هم the added cost and رازم ننكرن B مع A C مع A و C مع B لازم نكرن كلهم على بعض إذا نكرن B compared to A هو it's $4,000 more right $4,000 can مدل quality adjusted life years راح نستفيد منهم 17.1 minus 16.4 هو 0.7 0.7 so the incremental cost effectiveness ratio هو 4000 على 0.7 5,714 إذا نعم نفسد نفسد نشي we compare C compared to A C is $5,400 more it gives us 1.5 quality adjusted life years more يعني 5,400 على 1.5 ساوي 3,600 نفسد نشي راح نكرن C compared to B 1,400 و it gives us 0.8 quality adjusted life years عم نحكي هون C ما B so it's 1,400 بن هون 0.8 بن هون و راح نفسد على النتيجة هون 1,750 quality adjusted life years so شو الأحسن إشي هون are programs B and C cost effective in a comparison to program A إثقر our threshold is $6,000 per quality adjusted life year so oh لثنين our cost effectiveness so B ف نارف من هدول إنو B أحسن من A و كمان C أحسن من A ف A ما رح نفكر في هلا ف خلصنا مع A ما سلام بس حسا بلن نعرف is C cost effective to compare to B so نشوف هون C compared to B هو cost effective compared to B C أحسن ishi ف نعيج شوال إنو عرف نا